بقهود أهلية يحاول هؤلاء إصلاح هذا الطريق لتواصل السيارات عبورها بيسر وسهولة طريق المشارع الحسيمة أعبوس الرابط بين قرى مدريتي القبيطة في محافظة لاحق وحيفان بمحافظة تعز يبدو خاليا من السيارات بعد الخراب الذي طاله قراء تراكم مخلفات السيول كانت هذه الطريق في البداية يعني فكرة من الشباب المتعاون والمتحمس في شق هذه الطريق وبدأنا نحن أبناء المنطقة بتعاون القرى المقاورة لنا بقيادة وضاح الشهيد وضاح عبد الحكيم أحمد محمد أبو شايمة وأنقزنا هذه الطريق وقد كلفنا ما يقارب 12 مليون ريال في شق هذه الطريق والآن عدنا لترميمها وكل سنة نعود إلى ترميمها بسبب الأمطار والسيول كلما حدث خراب لهذه الطريق مما يدي إلى أهل المنطقة والأهالي إلى إعادة سيانتها عدة مرات فمن هنا ندعو المنظمات والجهات الرسمية تبني سيانة هذه الطريق الطريق الحيوي الذي أنشئ بمبادرة أهلية قبل خمس سنوات بات اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة تأهيله باعتباره شريان حياة لنحو عشرة آلاف نسمة من سكان القرى الشرقية الحيفان والمناطق الغربية للقبيضة مشروع هذا طبعا مهم جدا بحيث ربط محافظة لحق بمحافظة تعز وكان الأهالي كثير من يتعبون في نقل بضائعهم وأسرهم إلى الأماكن الأخرى فأنت كانت ذائرة أن تنتقل من محافظة لحق إلى محافظة تعز خاصة إذا تعطلت طريق سوق الأثنين هذه الطريقة الأخرى فيبقى المواطني عنه في حيرة يوجه الندال للجهة المعنية والمسؤولين الحكوميين والذين ما سكرنا السلطة في السلطة المحلية وفي محافظة تعز أو محافظة لحق أن ينظروا إلى هذه الطريق وإلى حال الناس هذه الطريق مستفيد منها قرابة عشرة ألف نسمة أو أكثر من ذلك هؤلاء المتطوعون يحاولون إعادة إصلاح الطريق بعد كل موسم أمطار يتعرض فيها للخراب قراء السيول ومع كل محاولة لإعادة تأهله يتطلع هؤلاء المواطنون إلى تدخل الحكومة وجهات الاختصاص لترميم وصيانة الخط الحيوي الرابط بين عشرات المناطق الآهلة بالسكان سامح عبدالوهاب قناة بلقيس لحي